اهلا بكم سنة تالتة اعدادي النهاردة انحل مع بعض اسئلة امتحان محافظة قفر الشيخ امام خريطة لقارة اسيا اكتب ما تدل عليه الارقام الموقعة عليها واحد مسطح مائي طبعا هنا رقم واحد يا شباب مسطح مائي وهو عندنا البحر الاسود اتنين اكليم مناخي اكليم مناخي يا شباب في الحتة دي وهو اكليم مناخي عندنا القاري البارد وطبعا للاسف يعني دي نوع من الفزلكة بالنسبة الوضع الامتحان يعني المفروض يجيب الايه الاقاليم اللي هي ايه درسناها بالفعل اما الاقليم البارد موجود اقعى الخريطة بس مش مكتوب مش موجود كمعلومات عندنا بس ما علينا هو الاقليم البارد يا شباب ثلاثة سلالة بشرية السلالة البشرية اللي موجودة في الحتة دي طبعا عندنا شبه الجزيرة العربية وهي السلالة الكوكازية اربعة جبال جبال هنا طبعا جبال الهيمالايا واعلى كمة جبالية في العالم افرست عندنا ارتفاحة 8848 اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين تتشابه قرتي استراليا وامليكا الجنوبية في وجود السهول الصحراوية هجرة غير شرعية حضيكة حيوان طبيعية اشباه الجزر طبعا يتشابه في وجود حضيكة حيوان طبيعية اتنين يصب نهراء ميري ودارلينج في المحيط الهادي خليج كاربنتاريا بحر ارافورة الخليج الاسترالي الكبير طبعا بيصبه في الخليج الاسترالي الكبير ثلاثة عرض الاقاليم المناخية التي تسقط عليها الامطار طوال العام اثنين سلاسة اربعة ولا خمسة طبعا الاجابة هتكون اربعة يتركز السكان في سهول البنباس بدولة البرازيل الارجنتين بيرو واللاشيلي طبعا البنباس توجد في دولة الارجنتين خمسة تعتمد الدولة او الدول الذاتة الدخل الاقتصادي المرتفع بشكل اشيء اساسي على الصناعة والخدمات التصنيع النامي الزراعة والانشطة المرتبطة بها التصنيع والانشطة التقليدية طبعا عندنا الصناعة والخدمات بما تفسر تعرج السواحل على البحار والمحيطات افضل من استقامتها طبعا لانها تؤدي لكسرة المواني وسورة الاتصال بالعالم الخارجي اتنين تنوع الحياة النباتية على كمم ومن حضرات جبال روكي طبعا يرجع ذلك الى عامل الارتفاع وكمية المطر تلاتة كلت نصيب الفرد من الدخل القومي في معظم دول قارية اسيا طبعا يرجع ذلك انها دول ليس لها دخل اقتصادي مرتفع مع زيادة عدد السكان السؤال الثاني صوب ما تحتوي خط فيما يليه تشرف على السواحل الشرقية للمحيط الاطلنطي قرتي استراليا واسيا طبعا عندنا قرتي اوروبا وافريقيا اقليم مناخي يتعرض احيانا لعواصف التيفون اقليم التندرة طبعا ده الاقليم الصيني المعتدل الدفئ ينمو في اقليم مناخ غرب اوروبا اشجار الزيتون طبعا غرب اوروبا ينمو في اشجار الزين يعد مضيق بيرنج معبر للتواصل بين ابناء السلالة النوردية ومضيق بيرنج بيفصل ما بين اسيا وامريكا الشمالية اسيا يغلب عليها السلالة المغولية وامريكا الشمالية في الشمال بتاعها برضو في سلالة مغولية السؤال اللي بعده اقرأ الاشكال البيانية الاتية والتي تمثل التركيب العمري للسكان ثم اجب كبار السن متوسط السن للشكل الاول الشكل الاول الشكل باء الشكل جيم الشكل الذي يمثل الدول النامية هو الف ولا به ولا جيم طبعا الشكل الذي يمثل الدول النامية هو الشكل رقم عندنا جيم اخترتوا ليه عشان جيم هنا بيتكلم عن صغار السن فعندنا صغار السن هنا موجودين في الدول النامية أكتر ما هو التأثير السلبي للشكل الذي اخترته على الدول النامية طبعا التأثير السلبي أنها تكلف الدولة ميزانية ضخمة لتوفير الملبس والغذاء والتعليم والرعاية الصحية أكمل الجدول الآتي بكلمات مناسبة ثم نقله كاملا في كراسة إجابتك أوب والحبشة أوب أولا نوحة طبعا نهر موجود في روسيا المناخ السائد التندرة ومستوى الرعاية الصحية هو مستوى رعاية الصحية فائقة الحبشة طبعا هضبة موجودة في الدولة اللي هي السوبيا والمناخ السائد في الحبشة هو المناخ الموسمي السؤال اللي بعده أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات تعد ثاني المعارك بين المماليك والفرنسيين معركة طبعا تاني معركة بين المماليك والفرنسيين معركة عندنا إنبابة تم نفي سعر الزغلول وزملائه في مارس عام 1919 إلى جزيرة طبعا جزيرة ملطة تلاتة تضهو المركز مصر المالي وتبعه انهيار استقلالها السياسي في عهد طبعا في عهد الخديوي سعي إسماعيل فشل أول تفاوض غثماني فرنسي في بداية القرن 19 بسبب الحكومة طبعا الحكومة البريطانية أو الإنجليزية اللي هي عندنا في التفاقية العريشة شباب بما تفسر تعرضت دولة المماليك لأهزمات سياسية أواخر القرن 15 طبعا بسبب عندنا قصرة الفتن والصراعات والصورات والطراب الأمن استحب نابليون بنابرت في حملته على مصر مجموعة من العلماء طبعا عندنا لدراسة أحوال مصر واستغلال موردها تلاتة تضمن دستور 30 العديد من العيوب طبعا عيوبه لو أعطى للملك سلطات واسعة وأهضر سلطة الأمة ما النتائج المترتبة على إحداث صور 19-19 طبعا عندنا الترتب عليها الإفراج عن سعر الزغلول والسماح بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح وعزل السير وينجد وتعيين اللمبي تصريح 28 فبراير 22 طبعا ترتب عليه أعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر مارس 22 وعيدة وزارة الخارجية المصرية وتم تشكيل وزارة عبدالخالق صروت برئاسة لجنة من 30 عدو لإعلاد الدستور الذي عرفه بدستور 23 ما النتائج المترتبة على انحياز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني طبعا ترتب عليها فشل حركة علي بيك الكبير وعادت مصر مرة أخرى تحت كيارة شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب السؤال اللي بعده لمن تنسب الأعمال التالية أعلن إلغاء معهدت 36 طبعا ده مصطفى النحاس اتنين جعل مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة إجبارية للجميع طبعا ده الخليوي سعيد أسس الحزب الوطني عام 1907 أكيد هيكون مصطفى كامل أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة خضعت مصر للحكم العثماني نحو ثلاث قرور متتالية طبعا الإجابة خطأ حاولت فرنسا عام 1906 اقنع السلطان بعزل محمد علي من ولاية نصر طبعا بريطانيا الإجابة خطأ أصلح عباس باشا الأول الطريق البر بين القاهرة والسويس الإجابة صواب السؤال اللي بعده دلت تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي أصرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية طبعا حيث تمثل ذلك في تدهور واختفاء قوى اجتماعية وظهور قوى اجتماعية أخرى انتهى نفوذ الممليك كهيئة حاكمة وحل محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية تضاء النفوذ علمية الأظهر وكيادات الشعبية في حين ظهرت طبكة الأعيان وطبكة عمار الصناعة مع استمرار طواف الحرف كوسطاء للحكومة وتدهور طبكة التجار وظهور البدو كقوى اجتماعية مستقرة اتنين موجود علاقة بين مسبحة يافة البشرية وفشل نابليون في دخول عكة طبعا العلاقة بينهم قدت مسبحة يافة إلى استبسال أهالي عكة في الدفاع عن مدينتهم بكيارة أحمد باشاك الزار ولم يستطع نابليون دخولها لمساعدة الأسطول الإنجليزي لها ثلاثة فرض الاحتلال البريطاني في مصر سياسة اقتصادية لتخدم مصالح طبعا الدليل على ذلك التوازل صوع في زراعة القطن لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية محاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصرية وقد ترتب على هذه السياسة ظهور طبقة من كبار الملاك والأعيان تستفيد من هذه السياسة ويرتبط نموها الاقتصادي باستمرار بقاء الاحتلال ما رأيك في موقف الشعب المصري مع لجنة مينر وزير المستعمرات البريطانية طبعا أؤيد هذا الموقف تمام لأن موقف الشعب المصري يعني التنازل يعني لأن الشعب المصري لو كان تفاوض مع لجنة مينر يعني التنازل عن التوكيل الخاص لسعار الزافلول وكده انتهينا من أسئلة الانتحان شكرا لكم وكان معكم مستر إبراهيم كامل